أكدت دولة الإمارات على مواصلة التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها لأسيما في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن جاءت ذلك خلال بيان الدولة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس وشملت عرضا من التوصيات المقترحة من قبل الدولة وهي عامل الدول الأعضاء ومجلس الأمن معنا على الإنفاذ الكامل الإطار القانوني للتسوية السلمية للنزاعات تعزز جهود الوساطة وشموليتها وذلك عبر تعزز مشاركة النساء فيها فلا يجب الاكتفاء بوجود المرأة على طاولة المفاوضات بل يجب أن تلعب المرأة دور الوسيط فيها بالإضافة إلى تعزز إشراك المنظمات الإقليمية للتوصر إلى حل سياسية دائمة هذا واختتمت الدولة بيانها بالتأكيد على أن تشمل إجراءات تسوية المنازعات مشاركة أطراف النزاع بحسرينية بحيث لا يمكن أو لا يسعى أحد إلى تقويض الإجراءات أو استغلالها لأغراض سياسية خاصة